دشنت المؤسسة الطبية الميدانية FMF توزيع مدخلات مكون البستنة لمزارعي المدارس الحقلية بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الباو بحضور مدير مديرية التوبن محسن السقاف واستهدف المشروع دعم 60 مزارعا بمحافظة لحجة شمل توزيع شبكات الريب التقطير وخزانات المياه وبذور وأكد السقاف بأن هذه المشاريع تساعد بشكل كبير المزارعين وتحفيزهم للعمل وتوفير فرص عمل جديدة مثمنا جهود منظمة الباو والمؤسسة الطبية في دعم صغار المزارعين